اهلا بكم التقنية والذكاء الصناعي بيتطوروا بشكل مرعب ومذهل جدا وشركات زي جوجل وابل وغيرها من الشركات بيعملوا ابتقارات مذهلة النهاردة تم الكشف عن واحد من اخر هذه الابتقارات اللي ذكرتها مواقع مهتمة بشؤون التقنية وهي ان شركة جوجل بدأت اختبارات تقنية جديدة في منصة الفيديوهات بتاعتها الشهيرة اللي هي اليوتيوب ومن بينها ميزة البحث داخل الفيديو باستخدام كلمات مفتحية طيب ايه هي الميزة الجديدة ديت احنا عارفين انك لو عايز فيديو بتكلم عن اي حاجة بتكتب في خانة البحث عن اي موضوع او عبارة على اليوتيوب لكن الجديد هو ان عند ظهور فيديو متعلق بالعبارة اللي تبحث عنها فتقدر من خلال هذا الفيديو ان انت تضغط على زر البحث داخل الفيديو كمان جوجل قالت انها هتعمل على ميزة جديدة في اليوتيوب اسمها كورسيز من خلالها هيقدر المستخدمون من انتاج سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية ويرفقها بملفات بي دي اف او بصور اضافية وطرح خدمات مدفوعة للراجبين في الحصول على هذا النوع من المحتوى كمان من المفترض ان يحصل اليوتيوب ايضا على دعم نصارات صوتية متعددة في مقاطع الفيديو وميزات جديدة بتتعلق بالترجمة الالية للفيديو هاتف بدأ يوتيوب حديثا اختبار ميزة الاضافة الى قائمة المحتوى اللي بتستخدمها او بتستخدمها الاجهزة المحمولة العاملة من نظامي الاندرويد والاي او اس وبيتيح اليوتيوب هذه الميزة لمستخدمي نسخة الويب منذ سنوات كمان بيوفرها لتطبيق يوتيوب على الاجهزة المحمولة تحت الظروف محددة زي التحكم باجهزة البث اللي هي الكروم كاست باستخدام الهواتف خليني كمان اقول حضراتكم ان بدأت منصة يوتيوب اختبار الميزة ديت مع مشتركي النسخة المدفوعة اللي هي اليوتيوب بريميوم واللي اختاروا الموافقة على تجربة الميزات التجربية وهي بتتيح لهم اضافة مقاطع الفيديو الى قائمة لمشاهدتها معنا بعد تفعيل الميزة المستخدمون بيقدروا ان هما من خلال النقر على النقاط الثلاثة اللي بتعرض اصفر كل فيديو الى جانب العنوين خيار جديد وهو التشغيل التالي ومجرد ما بتدوس عليه فان الفيديو هيضاف لاسفل القائمة او ينشئ قائمة جديدة عسى بكل حالة وبعد انتهاء كل مقطع فيديو في القائمة فان اليوتيوب بيشغل المقطع التالي لحد ما بتنتهي كل المقاطع مرة واحدة بتتيح الميزة ديت كمان امكانية اعادة ترتيب المقاطع في القائمة او حتى حذفها ويمكن كمان حذف القائمة كلها من خلال الخروج من التطبيق او النقر على زر الاغلاق في الشريط السوفلي لكنت مشترك في خدمة اليوتيوب المدفوعة وما ظهرتش الميزة الجديدة فتقدر ان انت تتفعلها من خلال النقر على صورة الملف الشخصي في الزاوية العليا اليمنى وكمان بتروح الى الاعدادات وبعد كده بتدوس على تجربة الميزات الجديدة بعد كده بتصل الى قائمة المحتوى وبعد كده بتختار منها تجربة وبيفضل اختبار الميزة متاح حتى 28 يناير المقبل خليني كمان قبل ما اختم اقول لحضراتكم ان خدمة يوتيوب المدفوعة او المتاحة بتكون مقابل نحو 12 دولار امليكي كلال الشهر وبتقدم للمشتركين العديد من المميزات زي المشاهدة دون اعلانات والمشاهدة ايضا المباشرة وتنزيل مقاطع الفيديو لمشاهدتها بدون الانترنت كمان بالاضافة الى امكانية الوصول الى خدمة الموسيقى اللي هي اليوتيوب ميوزيك بريميوم دي كل التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالميزة الجديدة اللي طرحتها اليوتيوب بشكركم على حسن المتابعة والى اللقاء في تغطيات جديدة